يحاول القائمون على الرياضة المدرسية إعادة الروح لجسد هذه الرياضة التي انتزعت الظروف التي مرت على البلاد الحياة منها خير مثال على ذلك منتخب تربية الرصافة الثانية بالكرة الطائرة للفتيات بجهود ذاتية مخلصة ومحبة للوطن والرياضة تقوم مشرفة الفريق بجمع الفتيات من المدارس وإقناع ذويهن لتشكيل الفريق ولكن غالبا ما تصطدم بغياب أبرز اللاعبات بعد بلغهن سن المراهقة أفضل رافعة بالمنتخبات المدرسية على مستوى العراق وانطوها جائزة الوزارة التربية اليوم تفاجئنا أن أهلها ساحبيها ما يقبلون تنطي لأنه بعينهم كبرت هي إضافة أنه عندنا بنات عبن عليهم إلى أن وصلوا ثاني متوسط أو ثالث متوسط الزواج المبكر هذا دنعاني من عنده إحنا معاناة شديدة جدا إضافة إلى خوف الأهالي تدري نتيجة تظرف الأمن ببغداد يعني ليحز بنفسي أن نروح نشوف المنتخبات بالمحافظات كل من ممكن مكتمل 12 و14 و16 لاعب وتتغلب الكثير من الطالبات على المعوقات التي تقف في طريقهن لممارسة الرياضة لأنهن يجدن في الملعب ما يعزز الثقة في نفوسهن ناحية الرياضة اللعبة يعني هدوء حلوة تعلمتها وأنا أخذت أفضل لعبة يوم رابي العراق صارت بطولة محافظة نجف الأشرف واخذت الماركز الثاث على العراق شوان تدريباتهم بالدراسة؟ لا بالدراسة أنا مميزة عن بين الدراسة وبين الرياضة ويتدرب هذا المنتخب قاعة مغلقة تابعة لأحدى المدارس في منطقة زيونة ببغداد تحضيرا للاستحقاقات المحلية والعربية المقبلة أغلب عناصره انسحب المنتخب المدرسي اللي راح منتظرين البطولة العربية اللي راح تستضيفها تونس حصلنا على جواز فردية من المنتخبات كاللاعبة ابتهال مهدي فارس كأحسن ليبروا بالبطولة اللاعبة ورود فارس كأحسن معدة تدريب ده يكون بصورة عامة هنا وبعدين ببيوتهم ودلطيهم كرات خاصة كل واحدة ببيوتهم دا تتمرنوا خصوصا المهارات اللي اللعب من فوقه من جوه أما باقي اللي تحتاج لعب على الشبكة فالتمرين هنا وما على وزارة التربية سوى المزيد من الاهتمام بدرس الرياضة لأنه رافض المهم للرياضة العراقية بداية كانت صعبة شوي الله الحمد لله سيقنعه بس اتمنى ان يكون درس الرياضة يعني مثل بقية الدروس الاهتمام يعني درس الرياضة أولا هو علم وثانيا درس الرياضة هو مفيد لصحة الطالبات وعني رياضة شكله شحلو دائما يعني صحة قويها تشوفين اهتمام درس الرياضة بالمدرسة؟ هو أكو بس قليل الجهود الذاتية للمدربين والمشرفين على هذه الرياضة تصطديم بمعاوقات كثيرة منها عائلية ومنها ما يتعلق بوزارة التربية وعدم توفير البنى التحتية والتجهيزات الرياضية وحتى الاهتمام بدرس الرياضة أحمد قاسم الحرة بغداد